بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع سفير جمهورية مصر العربية لدى بلادنا أحمد فاروق سبولة عزيزي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وستعرض البركاني والسفير المصري في اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشداد المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض والمستجدات على الساحة اليمنية والعربية والتطورات في المنطقة وخطورة الأوضاع الناجمة على الانقلاب الحوثي المدعومي إيرانيا وما يشكله من خطر على المنطقة برمتها واطلع رئيس مجلس النواب السفير المصري على جهود الأممية الرامية لإيقاف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل في اليمن التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتين جريفت مثمنا دور جمهورية مصر العربية الشقيقة ومواقفها الثابتة والدائمة إلى جانب الشعب اليمني وشرعية الدستورية مثالة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هذه الرئيس الجمهورية مشيدا بمواقف مصر الدائمة لليمن منذ ثورتين سبتمبر وأكتوبر المجيدتين واحتضانها للمواطنين اليمنيين في أراضيها وتقديم التسهيلات ورعاية لهم مشيرا إلى أن تلك المواقف ليست غريبة على الأشقاء في جمهورية مصر العربية معبرا عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر وجدد البركان وقوف بلادنا الدائم مع الأمن القومي العربي وأمن جمهورية مصر الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها مؤكدا أن أمن مصر يمثل صمام أمان للأمن القومي العربي مؤكدا على حق مصر بحصتها كاملا من مياه النيل وعدم الأضرار أو المساس بها متمنيا الوصول لتسوية الوضع بشأن سد النهضة والوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف وعبر جانبان عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقيادته الرشيدة بالوصول إلى اتفاق الرياض وضمان تنفيذه باعتباره خطوة هامة لتوحيد قوى الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه مؤكدين رفضهما للتدخلات الخارجية في المنطقة والتحالفات المشبوهة التي تستهدف الأمن القومي العربي وتزعزع استقرار المنطقة وتضر بمصالحها وسلامة أراضيها كما عبر السفير المصري عن تمنياته بتنفيذ اتفاق الرياض مؤكدا مواقف بلاده الثابتة والدائمة للشرعية الدستورية والشعب اليمني وانهاء الاغلاب والتصدي للمشروع الإيراني والوقوف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري مشيرا إلى أن اليمن ومصر تربطهما علاقة أخوية تاريخية مصرية ومشتركة لافتا إلى أن أي خطر على اليمن وممراته المائية يشكل خطرا على مصر ومصالحها وأمنها القومي متمنيا أن يحل السلام في اليمن وقال إن لليمن مكان متميز في قلوب المصريين وإحظى ابناؤها المقيمون على أراضيها بالرعاية الكاملة من قيادة وحكومة وشعب مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر